وستاذ زيحيا الفخراني هيكون هو رئيس تنفيذي لهذا المهرجان استاذ زيحيا الفخراني كان موجود معنا في المؤتمر الصحفي وأكيد هو موجود بقوة كمان ليس بس كمديرتنا طيب إلا أنا عايز أعرفه هذا المهرجان هل هيبقى فيه توصيات بعد مثلا مشاهدة لأنه خليني الأول أعرف رأي حضرتك بشكل عام عن دراما رمضان عشرين اتنين وعشرين كنتي شايفها ازاي أنا كنت شايفة أنها بدأت يعني أدينا لمحات كده على هي متنوعة جدا بتضم كل القوة الضاربة اللي بتصنع هذا الوسيط فيه اهتمام بالمحتوى فيه اهتمام بالتوجه الوطني للعمل فيه كوميدي فيه العمل الانتاج الضخم فيه كمان انعكاسات لماذا تطور اللغة المرئية المسموعة فعندك مؤثرات بصرية مؤثرات سماعية صحيح عندك صورة بقت أحسن قوي طبعا تقنيات عالية جدا تقنيات عالية قوي الأداة التمثيلي انت عندك يعني طواقم مش طقم واحد من المواثلين عندك مخرجين وعندك كمان تفريخ لأجيال جديدة في كل المجالات كتابة الإخراج التمثيل فانت عندك أجيال وبعدين الدراما مؤشر كاشف جدا طبعا مدى التطور اللي بيحصل في القوة نعم صحيح احنا عايزين أكتر عايزين المسلسل التاريخي يكون موجود بقوة عايزين المسلسل الوطني يكون موجود بقوة المسلسل الاجتماعي يكون مهتم بالقضايا المهموم بيها النسان المصري والأسرة المصرية المؤثرات على الأسرة المصرية دلوقت نحن عندنا تحديات كتير قوي أكيد